القاهرة المحلل العسكرية اليمنية العامي جميل المعمري أهلا بك معنا أستاذ جميل بداية مشاركة القوات السودانية كيف ستنعكس على تسريع تحرير الجبهات المشتعلة في اليمن بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لمشاركة القوات السودانية في تحرير اليمن هي تأتي من ضمن المشروع العربي الذي تبنته دول التحالف من أجل المشاركة في إزالة الخطر الإيراني الذي أصبح واضحا بدعمه لمليشيات الحوثي في جنوب القزيرة العربية فاليوم أختلط الدم العربي بكامله أتحدت كل القوى العربية بمشروع اليمن ومن أجل استعادة الشرعية اليمنية فاليوم هذه تعتبر من المهام الإنسانية التي ربطت كل أبناء الوطن العربي في خندق واحد من أجل مقاومة هذا المشروع الإيراني الخطير الذي أصبح يهدد حتى المياه الإقليمية والدولية والممرات الدولية التي تطل عليها الجمهورية اليمنية سواء في باب المندب أو الدول المقاورة أيضا نعم طيب بالنسبة لصعدة هناك خمسة جبهات مشتعلة أو محاصرة من قبل قوات التحالف والجيش الوطني في صعدة هذه الجبهات ما هي أهميتها ولماذا لحد الآن لم يتم بالفعل الاستيلاء بشكل كامل من قبل قوات الشرعية على صعدة بالنسبة للقبهات اليوم أعتقد أن القبهات اليوم تقدمت بشكل كبير والأنباء تأتينا ببشائر واضحة سواء من قبهة باقم أو من كتاف أو حتى من الشرق صعدة من قبهات خوف والشات فكل الجبهات متقدمة جبهة الملاحظ أصبحت اليوم متقدمة باتجاه جبال مران الباقم اليوم القوات تتقدم أيضا باتجاه صعدة بدأت تنحصر قوات العدو في أماكن ضيقة اضطرت مؤخرا إلى سحب بالأمس ألاف المقاتلين من مدينة صنعاء إلى محافظة صعدة دفاعا عن معقلهم الرئيسي الذي يعتبر هو رمزيتهم الكبرى هم لا يعتبرون صنعاء عاصمتهم يعتبرون صعدة هي العاصمة ولذلك يستميتون في الدفاع عنها اليوم أعتقد أن التقدم باتجاه صعدة وإنهاء تلك العصابة بالذات أنا كنت تحدث في قنوات أخرى وقلت أنه يجب أن يبدأ من مران وإسقاط مران لأنها تعتبر رمزية كبيرة للحوثيين وإسقاطها ستسهل أو ستكون المدخل الرئيسي لإسقاط صعدة كونها ما سقط رأس بدأت دين الحوثيين هذا سؤال القادم بالنسبة لجبال مران فيها مركز لقيادة العمليات العسكرية بالنسبة للميليشيات الحوثية بقيادة من الحرس الثوري الإيراني أين هي قوات الشرعية من هذه المنطقة حتى الآن قوات الشرعية الآن أصبحت على بعد كيلو مترات عديدة من قبال مران بعد أن استولت على منطقة الكامب وبعد أن وصلت إلى مركز مديرية الظاهر في منطقة الملاحيظ أصبح لا يفصلها عن قبل مران سوادي بسيط جدا وبإمكانها أن تكون مران الآن تحت مرمى مدفعية قوات الشرعية يعني لم يعد لديهم الكثير حتى يصلون إلى مران إسقاط والسيطرة على الطريق الممتد من حراض حتى الملاحيظ حتى مران هذا يعتبر شريان كان من الشرعين الرئيسية التي اعتمد عليها قوات الحوثيين في تهريب الأسلحة سواء عبر الموانع أو المناطق التي يقومون فيها بإنزال السلاحة والقطاع الحربية التي يقومون بتهريبها عبر الزوارق الإيرانية اليوم هذا الخط شبه مقطوع ويعتبر تم السيطرة على أحد شرعين التهريب الرئيسية للعدو نعم طيب بالنسبة للمنطقة كونها تبدو منطقة جبلية وعيرة هل فقط يكفي التقدم البري لقوات الجيش اليمني أم سيكون هناك دعم مكثف من قبل قوات التحالف من الجو بالنسبة لتضاريس المنطقة هي تضاريس صعبة جدا مناطق قبلية وعرة جدا حسب معرفتي بتلك المناطق ستكون هناك صعوبة في التقدم إن لم يكن هناك إسناد قوي وتكثيف لقصف الطيران لمواقعهم المرتفعة بالذات في قبال ضحيان أو قبال مران تلك المناطق مرتفعة جدا ويمكن من خلالها إن تم السيطرة عليها سيتم السيطرة على أغلب المناطق المحيطة بمران فوجود قوات الإسناد من قوات التحالف مهم جدا في هذه المعركة وسيسهل الكثير من خلال تقدم القوات البرية نعم رصد مئة خبير إيراني لتدريب الميليشيات الإنقلابية كيف سيتم التعامل معهم؟ هل سيكون هناك تعامل عسكري أم سيحال التعامل معهم على الصعيد السياسي؟ طبعا بالنسبة للتواقد الإيراني في اليمن هو طبعا قد بدأ منذ وقت مبكر منذ بداية المعارك أو قبل بداية المعارك منذ أن بدأت القيران الإيراني كان يصل بأكثر من رحلتين في اليوم هناك العديد من الخبراء الإيرانيين وأيضا من حزب الله يقومون بعمليات التدريب وأيضا بتجميع القطع الحربية سواء في الصواريخ أو غيره وإطلاق الصواريخ أيضا لديهم خبراء من دول أخرى متعاقدين معهم حتى اليوم لم يغادروا اليمن وأنا لدي معلومة دقيقة في هذا الموضوع بالإضافة إلى أن هناك أمور يقومون بإعدادها وهي سابق لأوانيها مثل تدريب طيارين لديهم الآن طيارين تم تدريبهم في اليمن بشكل نظري هذا فقط في صعدة؟ وتم إرسالهم إلى قليم كر من ضمن المئة التي تم إصده في صعدة؟ هؤلاء خبراء إيرانيين لكن من تم تدريبهم أيضا من اليمنين من من يتبعونهم وتم إرسالهم إلى قليم كردستان لتلقي تدريبات عملية هناك وإعادتهم مرة أخرى إلى اليمن أيضا عندما نلاحظ إعلامهم الحربية والثوم للطائرات أو الصواريخ التي يدعون تصنعها لا يوجد هناك تصنيع هناك تجميع للطائرات التي يقومون بتهريبها أو للصواريخ التي تهرب أو هناك أيضا تطوير لبعض الصواريخ الفولقة الروسية التي كانت موجودة في مخازن القيش اليمني والتي قاموا بنهبها ويقوم هؤلاء الخبراء بعملية تزويدها بغرف احتياطية للوقود لتلك الصواريخ وفصل الطيار الآلي وإطلاقها على المملكة وعلى دول القوار نعم شكرا على هذه الإضاحات كنت معنا من القاهرة المحلل العسكرية اليمنية العميد جميل المعمري شكرا لك